تخلت العملية العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا امس السبت يومها الثامن مع مواصلة قصف الجيش التركي على مواقع المسلحين الاكراد ونشره للمزيد من القوات والمعدات العسكرية في شمال سوريا واصل الجيش التركي امس السبت قصف عفرين في الوقت نفسه نشر الجيش عددا كبيرا من الدبابات والجنود في شمال سوريا قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه تم القضاء على 394 ارهابيا منذ بدء العملية العسكرية وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد قال في عدة مناسبات ان هدف تركيا القادم هو منبج على بعد نحو 100 كيلو متر شرق عفرين وان العمليات العسكرية المستقبلية ستكون في الشرق وستمتد حتى المناطق الحدودية العراقية وستظل مستمرة الى ان يتم القضاء تماما على القوات الكردية شمال سوريا يذكر ان هناك نحو 2000 جندي امريكي في سوريا بعضهم في منبج لذا يبرز التساؤل المنطقي حول امكانية اندلاع صراع بين تركيا والولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر